كان للنمسا دور إيجابي وصباق في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ما في ذلك حقه في دولته المستقلة ذات السيادة حسب برجعيات القرارات الدولية أين النمسا الآن من هذا الدور؟ النمسا اليوم بعيدة جدا عن هذا الدور النمسا بدستورها العام 55 لما أسست ما تسمى الجمهورية الثانية دستور النمسا وقعت على ميثاق الحياد وثيقة الحياد يعني بمعنى من حيث الدستور هي دولة محايدة هي جمهورية محايدة اليوم موقف النمسا الموالي والمتبني للرواية الإسرائيلية لم يبقي على الحياد بتاتا يعني موقف النمسا المؤلم والمزعج منذ اندلاع الحرب الإبادة الرافض لوقف إطلاق النار وهي النمسا جزء من قلة قليلة جدا في العالم التي وقفت ضد مقرارات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار أنا أعتقد أن هذا موقف معيب على دولة تدعي بأنها دولة محايدة وتلتزم بالقانون الدولي ولا ينفعنا كلامهم عن يعني أنهم قلقين من الحالة الإنسانية من لديه قلق حول الحالة الإنسانية يتخذ خطوات ومواقف تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار فأنا أعتقد أنه يعني من وجهة نظرنا هو موقف مخيب للأمال موقف يبتعد كثيرا عن القانون الدولي وعن القانون الإنساني الدولي هل هو برأيك مرتبط بحزب الشعب أم بسياسة النفسة ككل يعني أنا لم ألاحظ منذ نلاع هذه الحرب الإبادة أن هناك يعني موقف من أي حزب آخر يختلف هناك أصوات منفردة هنا وهناك لكن بالمجمل أيضا لم نسمع من أحزاب المعارضة أي موقف قوية تنتقد موقف الحكومة النمساوية مما يحدث في غزة مرة أخرى نسمع بعض الأصوات التي تبدي قلقها من الحالة الإنسانية في غزة لكن كلها أصوات لم ترتقي إلى مستوى رفع صوت عالي وتأطير رأي عام ضد سياسة النمسا التي ابتعدت إلى حد كبير عن الخط الذي بدأه المستشار الراحل برونو كرايسكي